اهلا بكم الى موجز اخبار الان فادت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة تدور بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية هنيدا بريف الرقى الغربي واوضحت المصادر ان طائرات التحالف الدولي شنت بالتزامن مع المعارك غارات على مواقع داعش في المنطقة كما باتت قوات سوريا الديمقراطية على بعد ستة كيلومترات فقط عن مدينة الرقى بعد سيطرة مقاتليها على قرية الانصار ومركز اتحاد الفلاحين ومعمل غزل القطن اعلنت القوات العراقية اليوم انها طوقت منطقة الموصل القديمة بالكامل وانها بدأت باقتحام حي السابع عشر من تموز وكانت القوات العراقية قد فتحت في مطلع الشهر الحالي جبهة جديدة شمال غرب مدينة الموصل التي تخوض معارك ضارية منذ ستة اشهر لتحريرها من تنظيم داعش اكد المتحدث باسم الجيش المصري ان قوات بالجيش وصلت ملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء واوضح الجيش المصري ان اعمال المدهمات اسفرت عن القبض على ثلاثة افراد مشتبه بهم في تنفيذ عمليات ارهابية وابطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك تولى ايمانويل مكرون مهمه الرئاسية رسميا اليوم بعد اسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وقال مكرون في خطاب رسمي يفتتح به ولايته الرئاسية انه لن يتنازل عن اي من الالتزامات التي قطعها مضيفا ان العالم واوروبا يحتاجون اكثر من اي وقت مضى لفرنسا وانه سيعمل على مواجهة الارهاب اعلن قائد القوات الامريكية في اوروبا ان الولايات المتحدة ستعزز قدراتها العسكرية في منطقة البلطيق واشار الجنرال الى ان قرار النيتو بتشكيل مجموعات تكتيكية على مستوى كتائب في بولندا ودول البلطيق زاد بصورة ملحوظة من فعاليات اجراءات الرادع التي يتخذها الحلفاء الاطلسيون ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسبعة اعشر درجة على مقياس ريختر مناطق في محافظة خرسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران واعلن مساعد شؤون الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر في محافظة خرسان الشمالية ان شخصين لقيا مصرعهما فيما اعلن محافظ خرسان الشمالية عن اصابة اكثر من مائتي شخص ولفت الى وقوع سبع عشرة هزة ارتدادية في قضاء بوجنورد عقب الزلزال الذي ضرب المحافظة نهاية الموجز الى لقاء